تتواصل اجتماعات الاتحاد الافريقي مع مسؤولي النادي الاهلي ومع الاتحاد المصري لكرة القدم للتحضير للمباراة النهائية يوم السبت المقبل بالأمس كان في اجتماع هام جدا وانبرح انفرضنا من خلال برنامج التريند عن تفاصيل الاجتماع اللي عقد بالأمس وفي امور خرجت من هذا الاجتماع ولكن النهاردة ايضا كان في اجتماع ظهر اليوم عقد الاتحاد الافريقي مع مسؤولي النادي الاهلي مثل الأهلي في هذا الاجتماع المهندس خالد مرتاجية أمين صندوق مجلس دارة النادي الأهلي والكابتن أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكورة ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وأعتقد اجتماعات مسمرة جدا 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 بشأن التحضير للمباراة الناهية عايز أأكد لحضراتكم أن مراسم التتويج وتسليم كأس البطولة والميداليات للفريق الفائز وميداليات الوصيف الفريق الخاسر هتكون زي ما هي في أرضية الملعب كما جرت العادة في كل المباراة الافريقية أنه نظمت على أرض استاد القاهرة في الفترات الأخيرة وكما كان حفل التتويج ومنصة التتويج هتكون في أرضية الملعب زي ما كانت في مباراة الزمالك ولكن طبعا الوضع هيكون مختلف في مسألة التنظيم ولكن حفل التتويج وتسليم الكأس والميداليات هيكون في أرضية الملعب زي ما حصل في مباراة الزمالك وزي ما حصل في كل المباراة الافريقية في الفترات الأخيرة وعايز أكد كمان على معلومة مهمة جدا لسه وصلة لحالة من مصادر رسمية في الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي خد قرار أن قبل انطلاق مباراة الأهل والترجي بساعة هيكون في حفل ختام بسيط مدته حوالي عشر دقايق هذا الحفل هيحيي الفنان المصري محمد رمضان هذا خبر خاص لحضراتكم من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الأهلي الاتحاد الإفريقي حدد بشكل رسمي أن هناك حفل ختام لمباراة نهاية دوري أبطال إفريقيا بين الأهل والترجي على استاد القاهرة وقبل موعد اللقاء بساعة حفل مدته عشر دقائق سيحيي هذا الحفل الفنان المصري محمد رمضان هذا خبر خاص لحضراتكم من خلال برنامج التريند